تتوقع أنه سماحت السيد مقتدى الصدر راح يواصل للإعتزال لو هاي استراحة محارب كما يرى البعض يعني أنا في تصوري الآن الشيء المطروح هو الآن طارح الاعتزال ومطرح أنه التصدي بس يلمس من الجو العام وبعض التحركات والتوقيع بالدم والبصمات هذه أيضا إلها دلائل وأنه أكو أمكانية تحرك وتحرك كبير في المستقبل وبالضبط قد يطبق عليها هي استراحة المحارب